فلا تظنوا أن هذه الجنة بعيدة المنال وأن طلبها ضرب من المحال بل الأمر كما في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك والمعنى أن الإنسان يكسب الجنة بعمل خفيف يسير من الحسنة لا يكلفه مشقة وكذلك يكسب دخول النار بعمل خفيف من السيئات